الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الأشرين من أغسطس القوات الروسية تواصل التقدم والسيطرة العدد من الكرة والبلدات كذلك تستمر العملية العسكرية والسعي الأوكراني توسيع جبهة كيرسك في روسيا ما الذي حصل تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة ورجاء لا تنسوا الانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو ليشاهده أصدقائكم سنبدأ من سيطرة القوات الروسية على قرية كوميشيفكا حيث استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل هذه المساحة بعد أن كانت باللون الرمادي بعد انسحاب القوات الأوكرانية منها دخلتها القوات الروسية تقدمت بعمق 3.1 كم على انتداد 2.8 كم واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون طبعا لمن لا يعلم اللون الزهري يرمز إلى سيطرة حديثة للقوات الروسية تستمر العمية العسكرية الروسية باتجاه بتيشي حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة والضغط عليها قدر الإمكان في مسعى منها لتأمين كامل غربي المجرى المائي هذا بالخط الأزرق وصولا إلى اتجاه كارليفكا أما فيما يتعلق باتجاه سيليدوفي ونوفوغروديفكا تقدمت الوحدات الروسية باتجاه نوفوغروديفكا وسيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري هذا التقدم الروسي كان بعمق 1.8 كيلومتر وبعرض 1.9 كيلومتر استطاعت القوات الروسية السيطرة وتثبيت نقاط لعب في محيط البلدة هنا طبعا القوات الروسية عازمة على الضغط باتجاه نوفوغروديفكا انطلاق من عدة اتجاهات من هذه المنطقة كما أشعرنا في وقت سابق وهنا وطبعا توجه من هذا الاتجاه أما فيما يتعلق طبعا باتجاه سيليدوفي تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في قرية ميخايليفكا حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها بالتزامن مع عمليات باتجاه سيليدوفي نفسها إضافة إلى ذلك هناك ضربات كبيرة للقوات الروسية في المنطقة هنا بمحيط بوكروفاسك في مسعى تحديث في اتجاه نوفوغروديفكا طالت مرآبا للمعدات حيث يتم تجميع المعدات الأوكرانية وإصلاحها وغيرها إضافة إلى ذلك استمرت العمليات العسكرية للقوات الروسية باتجاه جروديفكا القوات الأوكرانية موجودة هنا على ما يبدو حافرت على وطيرة أو خريطة السيطرة حتى أيام الأخيرة لم تتغير وبالتالي هناك مسعى ضغط كبير من قوات الروسية لإحراز تقدم هنا ولكن يركز الروس أيضا في عملياتهم العسكرية على كامل هذه المنطقة كما أشرت لكم في وقت سابق يريد الروس السيطرة هنا لتأمين كامل المنطقة طبعا نحن نتحدث عن اتجاه كراستوريفكا وليفرسكوي وأيضا باتجاه كوستانتينيفكا حيث وصلت الكوات الروسية اليوم تقريبا إلى منتصف البلدة وبالتالي عمليات عسكرية مستمرة وأيضا تشاهدون على قناة التليجرام فيديوهات للعمليات العسكرية الروسية والأوكرانية متعلقة بالحرب سأضع الرابط في التعليق الأول أما فيما يتعلق باتجاه كطاع توراتس فطبعا زريزني باتت تحت سيطرة القوات الروسية هذه إضافة إلى ذلك استطاعت القوات الروسية توصيع سيطرتها في بيفنيشني تقدمت الوحدات الروسية بعمق كيلومتر كما تلاحظون بهذا الاتجاه وبعمق هنا ثمائة وتمانين مترا واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري في حال استطاع الروس السيطرة على هذه المنطقة سيكونون قد سيطروا على كامل بلدة بيفنيشني فيما تواجه القوات الأوكرانية الموجودة في درجمة عملية عسكرية روسية ضخمة خاصة مع التقدم الروسي من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشرقية وبالتالي أيضا تستمر المعارك في اتجاه توراتس مع تقدم القوات الروسية واقترابها من المدينة من عدة اتجاهات خاصة بعد السقوط المرتفعات الموجودة هنا وهنا سابقا أما فيما يتعلق باتجاه شازيفيار أحباي فقد استطاعت القوات الروسية إحراز تقدم جديد في هذه المنطقة تقدمت الوحدات الروسية بعمق 480 مترا وبانتداد 388 مترا وسيطرت على هذين الشارعين كما تلاحظون طبعا تقدم هامل القوات الروسية فيما تسعى القوات الأوكرانية لإخراجها من هنا طبعا قوات الفرقة 98 والفوج 11 هم يستلمان هذه المنطقة إضافة إلى ذلك تستمر عملية العسكرية مع هجمات أوكرانية مضادة باتجاه إيفانو داريفكا لم تتأكد المعلومات حتى اللحظة إن كانت القوات أوكرانية قد استعادت إيفانو داريفكا ننتظر مزيدا من التأكيد أما فيما يتعلق باتجاه كورسك فهنا نصل إلى ما حصل طبعا تواصلت القوات الروسية عملياتها العسكرية كان هناك هجمات للقوات الأوكرانية انطلاقها من أجرونوم باتجاه روسكايا كونوبيلكا وبالتالي عرضت المشهد هنا انطلقت الدبابة أو المركبة باتجاه المنطقة وتم تدميره عمق قبل القوات الروسية وبالتالي هذا يعني أنا كامل هذه مساحة تحت سيطرة القوات الروسية مساحة بعمق 2.5 كم وامتداد 5 كم طبعا هذا ما دفع الأوكراني لإرسال الدبابة أو المركبة من أجرونوم باتجاه المنطقة هنا عبر طول هذا الطريق أيضا هذه المنساحة بالمنطقة الرمادية كانت تحت سيطرة الروسية عدلتها إلى منطقة الرمادية نتيجة السير السهل لهذه المركبة في هذه المنطقة أما فيما يتعلق باتجاه أولانوك والمنطقة هنا فطبعا برزت الكاتبة 82 التابعة لفرقة 810 الروسية كقوة كبيرة في اتجاه سبالنوي طبعا كان لديها كثير من الصور والفيديوهات حول الإنجازات التي حققتها طبعا أشرت لكم في وقت سابق أن الروس يحاولون إقاف الأوكران عند هذا الاتجاه فالهدف الأوكراني واضح في هذه المنطقة وأنا نصل إلى الأمر الهام الأوكراني يريدون الضغط من هذه المنطقة باتجاه بلغوراد يبعدون نحو 90 كم لذلك قامت القوات الروسية بتشكيل قوات منفصلة لمناطق بلغوراد وكيرسك وبريانسك مناطق الحدودية وتم تعيين عقيد مسؤول عن هذه القوات إضافة إلى ذلك نتيجة هذه العمليات العسكرية الروسية والتدمير الهائل للمدرعات وغيرها من المعدات الهندسية للقوات الأوكرانية طلبت أوكرانيا بمزيد من المعدات من الناتو وطلبها حصول عليها سريعا نتيجة المعارك والاستنزاف الحاصل في هذا الاتجاه أما فيما يتعلق باتجاه ملايا لقنية فبرزت طبعا وحدات اللواء الـ 95 كنت لكم سابقا أنه تم الاتيام به إلى هذه المنطقة وتم مع مدرعاته وآلياته وبالتالي وجود لها الـ 95 كان يقصف المنطقة هنا حيث تتواجد قوات روسية وبالتالي هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية منطقة بعمق 1.4 كيلومات وامتداد 1.7 كيلومات القوات الأوكرانية تضغطون بشكل هائل كما أشارنا صباحا للسيطرة على كامل خطوط الامداد تحاول التقدم نحو المناطق في الخلف لجوف ريسك ومحطة كورسك وبالتالي هناك عمل كبير من كبير القوات الأوكرانية تحديدا أيضا في اتجاه مارتينوفكا وكروغليك للسيطرة على كامل البلدة لذلك هل ستنجح القوات الأوكرانية في ذلك؟ هذا يبقى رهن الوقت أما فيما يتعلق باتجاه كورينيفو نريد إضاح أمر هام جدا كورينيفو يوجد اثنتين مدينة وقرية هذه المدينة وهذا محيطها باللون البرتقالي وهذه القرية وقد تمكنت القوات الأوكرانية من الاختراك في هذا الاتجاه بثلاث مركبات الأولى كما تواحدون الثانية والثالثة وتم تدميرهم من قبل القوات الروسية وبالتالي معركة كبيرة في هذه المنطقة لاختراك المدينة عبر هذه القرية إضافة تحاول القوات الروسية اختراك هذه القرية وطبعا الوصول إلى الشرقي كورينيفو أما فيما يتعلق باتجاه المنطقة هنا بانتحدث عن فيشنيفكا وأباناسوفكا فكما أشارنا صواحنا تسيطرت عليه من الكوات الأوكرانية وتم إرسال تعزيزات من الكاتيبة 531 لأسة وثلاثين إضافة إلى تمركز الكاتيبة 225 كانت موجودة في محور توراتسك وتم الإتيام بها إلى هذه المنطقة طبعا يراعن الأوكران على قوة كبيرة وفعالة لديهم خبرة قتالية للسيطرة على المزيد من الكرة باتجاه كوماروفكا والمنطقة هنا بالتزاب مع عمليات لتدمير الجسور العائمة البديلة للجسور التي تحاول الكوات الروسية استخدامها للتحرك كي لا تضطر إلى الانسحاب وبالتالي معركة كبيرة في هذه المنطقة وننتظر ما الذي سيحصل أحبائي أي جديد سوفقكم به لاحقا لا تنسوا الانضمام إلى قناة اليوتيوب مشاركة الفيديو ورجاء لا تنسوا الانضمام إلى قناة التليجرام أيضا وشكرا لكم دوما على كل وقتكم افتمين لمشاهدة الفيديوهات وإلى اللقاء بفيديو آخر